اهلا ومرحبا بكم نهار اليوم كانت الاجواء مشمسة وايضا طرق ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام وادى ذلك الى ذوبان الثلوج في عدة مناطق اما عن درجات الحرارة العظمى لنهار اليوم فكانت حوالي 10 درجات مئوية اما الان فهي 8 درجات مئوية والاجواء غالبا غائمة وباردة ايضا هذه الليلة تنخفض الى 5 درجات مئوية لتتحول الاجواء لتكون باردة في اغلب مناطق المملكة وشديدة البرودة في البادية وايضا جبال الشرع درجات الحرارة التي نشعر بها هي 3 درجات مئوية وايضا اجواء غائمة جزئيا لنهار الغد توالي درجات الحرارة ارتفاحة لتكون العظمى حوالي 14 درجة مئوية وتقترب من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام الاجواء تكون باردة وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمالية لزخات خفيفة من الامطار في عدة مناطق والان مع درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة وايضا لنهار الغد في العديد من المحافظات الاردنية العقب 11 هذه الليلة وغدا 20 درجة مئا احتمالية لهطول امطار في المناطق الجنوبية نكمل لرأس النقب 3 درجات وفي معان 4 درجات مئوية والاجواء غائمة كما نشاهد لنهار الغد 7 درجات وفي معان 13 درجة ما احتمالية لهطول امطار في هاتين المنطقتين نكمل الشوبك درجتين والطفيلة 3 درجات والرشادية ناقص درجة لهذه الليلة فعلا اجواء باردة غدا ترتفع ل6 درجات والطفيلة 11 درجة وايضا احتمالية لهطول امطار في كل من هذه المناطق الكرك 3 درجات ووادي الموجب 9 درجات وتواجد لبعض الغيوم غدا ترتفع الى 15 و 17 درجة في حين في الاغوار تصل الى 19 درجة وايضا امطار هناك في مادة 3 درجات كذلك الامر في مطار الملكة علياء الدولي وغدا 16 درجة و 15 درجة وامطار كما نشاهد ان شاء الله نكمل درجات الحرارة في غرب عمان وشرق عمان 5 درجات مئوية مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة وغدا احتمالية لتساقط امطار مع 14 درجة في سويلح درجة واحدة والزرقاء 5 درجات غدا 16 درجة وسويلح 12 درجة وايضا احتمالية لهطول الامطار في مناطق متفرقة عجلون درجتين ونهار الغد 14 درجة مئوية دير علا غدا 22 درجة في اربد 6 درجات وغدا ترتفع الى 14 درجة مئوية واحتمالية لهطول الامطار في المناطق الشمالية ايضا من البلاد نكمل درجات الحرارة في جرش هي 3 هذه الليلة المفرق 5 درجات وتواجد لبعض الغيوم غدا 17 و 14 درجة وايضا امطار في هاتين المنطقتين ايضا درجات الحرارة في الازرق 3 درجات هذه الليلة غدا 16 درجة مئوية ايضا احتمالية لهطول الامطار في رويش الدرجتين والصفاوي 3 درجات وغدا 14 و 15 درجة مئوية واخيرا درجات الحرارة في الجفر 4 درجات لترتفع غدا الى 14 درجة وايضا احتمالية لهطول الامطار في المناطق الشرقية من البلاد اذا بالحديث مجددا عن نهار الغد درجات الحرارة هي 14 درجة مئوية توالي درجات الحرارة ارتفاحة وتكون قريبة من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام الاجواء تكون غائمة واحتمالية لهطول زخات متفرقة من الامطار وتكون راعدية في اغلب مناطق المملكة تنخفض الى 8 درجات مئوية لنهار الغد اليوم الثلاثاء اجواء تكون غير مستقرة مع 14 درجة ايضا اليوم الثلاثاء واحتمالية لهطول الامطار الرادية وتستمر هذه الاجواء اليوم الاربعاء مع انخفاض بسيط على درجات الحرارة والاجواء مغبرة في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد دائما شاكرة لحسن المتابعة وإلى اللقاء